موسيقى مشاهدي شاجر قناة الشروق الفضائف كل مكان رمضان كريم تصون وتفتروا على خير إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وخالص الدعوان مع كل الهد والتقطيع أهلاً ومحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة وإلى حكاية جديدة ويصة جديدة إنسانية أغوص فيها في أعماق الإنسانية عشان نشوف معاناة الناس ونعكس لكل الخيرين الناس اللي بيحاولوا يساعدوا لآخرين الخير موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة بطلت اليوم خالة روقية كانت تعيش في وضع ميسور الحال وفي أفضل حالة ممكنة إلى أن مرت الأيام والدهر أعمل صروفه وتعسر زوجها بحالة من الأحوال ودخل السنة بعد ذلك أصبحت خالة روقية تعيل عدد من الأبناء وتحت مسؤوليتها على مدار أكثر من عشر سنوات تربي وتعيل وتوفر لغمة العيش الحلال وتقوم بتجهيز كافة الاحتياجات لهؤلاء الأبناء خالة روقية قامت بعمل بيع الشاي في واحدة من الجامعات السودانية لكي تستطيع التوفر لغمة العيش الحلال مع بعض نحن نسمع حكاية خالة روقية الحبابي خالة روقية حبابي أول حاجة نعيدني أليك الصحة أول حاجة أنتوا أنتوا ساكنين ويا نحن نتو ساكنين الحاجة يوسف كامو عندنا بيت ومجل باع البيت ومجل بناي خشي السجن ومجلنا نسا البيت ترضونه بعد ترضونه يوسف بالإيجارة نحن نحن نتو واحدة حتى نعلينا ستة سعد من لا نأهجين بالأول أعتقد أن على المسابين سيكون هناك صحة نحن نعجي سأكتش أكدث أنت لم أعجي صحة نحن نحن نعرف لم أعجي أنتظ تشغال لم أعجي لم أعجي لم أعجي كان عجي ولم يعمل كان عجي كان عجي قحني ولم يعمل تجارة التجارة كانت البيع الكسر وخش السيد عامل عشر سنة بسبب الشيكات ومديونية بيكت كثيرة عنده ما لاقي حيش اناكل اشوف عديل واغريم وكده ما في زول بيعين مشيت خشيت الجامعة اشتغلتها بيحشان في التل كبيرة في الجامعة والتاني في الجامعة عندي واحد قبل قراية لها ساعة القناة، بأس بتجرحكم وفي الحسن قبلتها وقلت الى هذه هي بصر مني وكانت بصروا مني مالذي الأحيان في القناة انتهت هذه هي 6 سنة لتحببهم البيع الكتابين اشبابهم انت تكون مصرنا عامل وتعلينا ثلاثة عشر فهو لا يمكننا كفير والرأي اللي هو مرعب يمشي الى اخوان ويجي هو تذكر جروفهم صعب هو لما طلع بعد العشرة سنة طلع من 200 طلع قريدة 2018 في ذات خالي قبال الاستقوطة الحكومة وبدأ يخش السوق يشتقل هو جاتو فجأة كذا ولا هي الجلطة جلطة في الراس عمله عملية في هناي في نحرة في شعر 5 ولكن العشرة الحبوب لم يتم شيء لم تكن مستطلين ولكن المستطلين لقيم الهدع هناك العملية ومشارة وهم التخطر بالحصة وousesهم وعلى قيم الكثير هم؟ لنا لدينا ثلاثة الشراء إن أشيث في عجال الحكوم؟ نعم أل ورحوها عارفة من 200 السنة؟ نعم لم اجمعنا على الرسل السنين لم تكن هذا النساء لا خباره وقالت القمائين بالجامعة؟ الأولادorاء جميلون؟ 5 ثلاث قمائين؟ انه هناك نشخص تدرسة فحي يمكن أن يكون مقالقة تدرسة القمائين؟ والباقيين؟ واحدة في المنتحن الشهادة في السنة والتالي؟ اثنين في الجامعة واحدة في السنة واحدة بقرة واحدة بقرة واحدة بقرة والتالي تخلى لك وانتي براك اللي؟ والله براك دعين الناس الجامعة والناس حسن اشخاص من تنقذ نعمات أيضا في الجامعة كيف يعفوهم من الرسوم؟ لا اشخاص بقرة مالتي بقرة لكن السنة اشخاص بقرة والله قاعد يدعمل معي بعد مرات كمان يمين يجيبوا بيسجيلي وانا برجع لي حبوة ما قاعد واحد يسمو علي ورد ما قاعد يترسلون معي ورد كلينا كيف اشتغلتي في الجامعة؟ مني جايب منك كلمة؟ والله انا ابتلك في شايفة النسوان اللي اشتغلوا وشيت قدمت ورايه وعلى ظروف الأشخاص ورا خليت اللي بشغل للجامعة اشتغلت الشعب وانا مجموعة وانا مجموعة يعني ادعوهم معي وانا مجموعة وانا مجموعة وانا مجموعة لما قريت اولادي اشتغلوا مجموعة طيب كده خليناك نجيف مع اولادك الاثنين او بناتك الاثنين الكبار هو الاثنين في الجامعة واحدة فضلية السنة والثانية في سمستر الخامس بيقولوا شو مستواهم في الجامعة كيف؟ والله كويس عمي اني بيقولوا شو مجموعة لكن مشتوائيه مستواهم سأخبر ايضا محاسب التكاليف واحدة تقرأ محاسبة نغذي المحاسبة والثانية الثانية ستقرأ علاقات عامة بيقولوا على قد عامة واحدة تقرأ علاقات عامة اوه اني بنقرأ عند سمستر الخامس في نفس الجامعة عايش في السوداء بكله جميل الشادي انت اول سنة لما جيت اشتغلتي في الجامعة احكي لنا كيف لقيت انه شغل احسن تقدر تمشيليك حالك ولا كنت شغال مع او حاجة تانية والله شغال الشاي كان فيه كشارة وميعاني السجزات وكارما وفيه كشارة لكن فيه ناس في الجامعة عجوة بعملون شاي بوديهم يساعدوني طيب لما الجامعة التقفلة وتعجز كيف تكون شغالة؟ لا شغال حاجة فيه ناس كانوا يساعدوني؟ يساعدوني ناس نعمات ديلة ناس حاسم هنا في الصارحة وتاني عندنا سالحاسوب هنا بوضو ساعدوني واني واحد جسم خالة السنجج من الشاي جدال يحول لي تطواري وليل كما احتيت اولاد الثاجل يساعدوني يساعدوني لا درجة القرارة يساعدوني لغاية كلهم لا يساعدون يحفظون يحفظون ان شاء الله الزبائنك اكتر في الجامعة المشربوا الشاي والقهوة اكترهم الطلاب ولا الناس الجامعة؟ لا الموظفين جوا اكتر والطلاب بيجوا لكن ما كاترون من الوظفين يشربوا منه اكتر ناس الحاسوب الحسابات الزبائنك اكتر من موظفين الجامعة؟ اي ونس الشهادات جوا اكتر علاقتك كيف مع انا سجاء مع طلاب؟ لا علاقتك كويسة مع الله يحترموني وانا بحترموني في طلاب قاعدين يتخرجوا يتخرجوا في امريكا بيرسل الله يسلموا لي بالوصاب مع زملان مولا حجر ما قاعدين ينسوا نهاية دي حالة خالته رقية اللي كانت تعيش ميسورة الحال بعد زوجة لسبب مشيكات ودخل السجن عداك لقيت روحة وحيدة احد الخيرين اجر ليها منزل في الصالحة لمدة ستة سنة ودى لها تسكن عشان تاوي اولاده وهي في رحلة بحثة عن عمل لقيت فرصة مناسبة جدا من الجامعات وقاعدت تبيع الشاي وعملت علاقات جيدة مع الموظفين تبيع لهم الشاي والقهوة ومع الطلاب ما شاء الله الآن عندها ثلاثة من الأولاد في الجامعة عبيتين واحدة في المستوى الخامس واحدة بيقرأ في الهندسة وعندها ولد تاني بيقرأ في المدرسة ولد خلا الدراسة خالة رقية نموذج للمرأة المكافحة اللي قدرت ان تحقي غاياتها من خلال تحديها للظروف الماثلة لمدة عشرة سنوات ويزيد حتى زوجها لما خرج من السجن خرج وهو مريض ما قادر على انه يشتغل ولا يعمل اي حاجة هي ما زالت تكافح وتعمل ومن خلال وجودها في الجامعة التي تعمل فيها تبيع الشاي والقهوة كونت علاقات جيدة جدا مع الإدارة ومع الموظفين اللي بيعملها بمحقه وتعملهم باحترام كبير جدا وبالتالي سهلوا لها مسألة تدفع الرسوم بين اقصاد المريحة او حتى يدفعوه ويبقى دين عليها وتسدد لاحظة خالت لقيا وانتي في رحلة طويلة بدت بالدلاسة في شباب خلال الفترة من اولادي كانوا في المرحلة الاساسية وبعد ذلك وصلوا الجامعة المعاناة اليومية في فترات كانت الشغل كان يكون تعبان في مرات الاجازة الجامعة تكون مؤجزة ومقفلة لنحوارين فترة طويلة في السودان بيظروف كثيرة مرة خريف ومرة حداثة سياسية حاصلة ومرة كورونا الجامعة كانت بتقفل انت بتصرف كيف؟ مرات 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 لكن خالت السنجة يفقنون وعزمي وحسن السنجة حسن عبد الباقي لا يقصر يفقدوني ويحويل والاجارات؟ والاجارات تكون تشتغل هنا ويقوم بكفكفة انت تعرف تشتغل وماذا نغير شغل الشهو اللي دهوة؟ والله ما بادي بشتغل ايجا ويقال لك ان اغسل وعنا كنيس مطبخ حاية هزي، ممكن اذا الخيرين دعموك بمبلغ مالي او بفكرة مشروع معي ممكن تعملي شو انت؟ ما يمكن كان البيتلين تغير او الله ماطعم او البيتلين مريش ممكن اشتري ربشة لولاني ممكن او الله ماذا تفعل؟ او البيتلين تغير وماذا تغير؟ اوهي بمكلاره ويقوم بالخدمات انت تعرف تشتغل كل اشتغل في البيتلين يجب ان يسكت على المخطر يهجب ان يكون كنت محصري للمنزا جولاً هناك محصاً. أنهي نشبه لمحصاً. هو السبعي محصاً. لكن محصنعك سيانا للخطة والتطالون، بجرديني بردار فقط. لقد غرحت محصاً. وقد غرحت السего كنت. بالنسبة للغدار فقط. حسناً لن نشاهد المنزا. شبك في العنوان العمازن. والنظام على علاقه ما أطاع محصن. وبالتحالي فقط. شبك فينا كل محصاً. اليوم الليلة اللي بتعاني معاناتين المعاناة الأولى فإن توفر إيجار ثابت للبيت اللي بتسكن فيه ومبلغه مئة ألف حول شهر المعاناة الثانية محتاجة مصدر الدخل ثابت تقدر توفرهم لجومة العيش الحلال لها وليبنات وولادة وتقدر تعينوا على إكمال دراستهم سواء كان الأساسية أو الجامعية وماشاء الله عندها أبناء متفوقين ثلاثة في الجامعة واحد لسة في المرحلة الدراسية واحد بكافح برنامشي السوق يشتغل بيجاي وبيجاي لكي يساعدهم لكل الناس اللي حابين يدعموا ويساعدوا خالة روكية ممكن يتواصلوا معها عن طريقة التواصل مع إدارة البرنامج إن شاء الله يوصلوهم لخالة روكية لحد البيت خالة روكية ذا نبلغ مالي هدية من قناة الشروق ليك عسى ولعل يساعدك إن شاء الله ساعده يا رب العالمين وربنا ETF ومتصوم ويتفشل على خير إن شاء الله إن شاء الله تقدر يتع Bel Emmett مشروع صغير أو تقدروا بيهو أي إجارة تساعدوك فيهو أحد من أولادك حتى تستطيع توفر إيجار سابن لسيدة البيت وتكدري توفر بيهو مبلغ مالي ساعدك في مصارف الأولاد وفي مصارف حياتك الشكرا، خسرخكم بربنا ETF ونشاء الله يا رب العالمين اللهم اوسع عليها يا ربنا أديكنا الفينية إن شاء الله اللهم أمين يا ربنا أمين تسلمين أديك أبعد يا الله هذه كانت حلقتنا وقصتنا وحكايتنا الإنسانية اليوم مع كل لود والتقدير لكل المشاهدين والمتابعين ون كل الحالات الإنسانية اللي بتكون معنا في البرنامج يهاية حلقة اليوم رضا بإذن الله تعالى حلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة